لا القناة اي قناة في العالم وانا عارب بقول ايه وهشرح لحضراتكم هزي الصورة من المسجد الاقصى المسجد الاقصى اللي بجد بقى اللي انتو بتشوفوه كله في الصور ده مالوش علاقة بالمسجد الاقصى هوري لحضراتكم المسجد الاقصى هوري لحضراتكم سيدنا محمد ام الانبياء لما قالوا له انت كذاب اوصف لنا المسجد الاقصى فبدأ يوصف النقوش هوري لحضراتكم النقوش اللي موجودة في المسجد الاقصى انتو هتزهالوا الاول لان المسجد الاقصى لا تحت الارض بحوالي اتناشر متر الاهم من ذلك ان انا هوري لحضراتكم برضو المكان اللي بيقولوا فيه هيكل سليمان الصراع كله على ميت متر مربع هنشوفهم مع بعض اللي احنا شايفينه ده كان باب الاصباط احنا دخلنا كده دي الساحة القب El Soda اللي في الوش دي اللي دخل عليها الكاميرا هو ده الدور التاني من المسجد الاقصى اللي هو على وش الارض اللي بناهي الوليد ابن عبد الملك والسلطانة هو السلطان العادل الوليد ابن عبد الملك ده اللي فوق اللي الناس بتصلي فيه المسجد الاقصى هو بقى اللي تحت الارض ده اهو ده المدخل بتاعه الباب يتفتح فتحنا الباب هو ده المسجد الاقصى زي ما حضراتكم شايفين ده ده تحت الارض بحوالي 12 متر اه اه نظام انابيب انبوبة دائرية ايه ده جدرانه قال له بقى لحضراتكم والتوسعات دي اتعملت عملها عمر بن الخطاب يعني ده كله ده اللي بانيه الفاروق عمر بن الخطاب كل اللي حضراتكم شايفينه ده ده الفاروق عمر بن الخطاب الذي بناه بالنظام الانبوبي اللي حضراتكم شايفينه ده لانه ده محفور في قلب الجبل ده محفور جوه الجبل ده جوه الجبل ده السقف زي ما حضراتكم شايفينه الانبوبة اللي حضراتكم شفتوها هذا المسجد الاقصى ده الفواصل لانبوبتينجان ببعض الممرين اللي اتنين اللي بناهم الفاروق عمر بن الخطاب هاو في بنات معدية من ممر واحنا وقفين في الممر التاني وفي بينها وبين بعض الابوات اللي هي عالطراز الاسلامي اللي حضراتكم شفتوها العمويدي اللي حضراتكم شايفينها دي دي بتحمل المسجد الاقصى اللي فوق اللي بناه المسجد اللي بناه الوليد ابن عبد الملك هو ده المسجد الاقصى ايا دي النقوش بقى بتاعت العمويدي دي في قلب الجبل اهو شايفين بقى حضراتكم عشان عدم الترميم وعايزينه يقع شايفين شايفين حضراتكم كل ده تحت الارض بعمق 12 متر ده عمود من العهد سابق للاسلام شايفينه حضراتكم المنطقة دي اسمها حجر سليمان المنطقة اللي حضراتكم شايفينها دي حجر سليمان ده الجبل ده العمود ده في قلب الجبل وكان هيقع فعملينه الصلبة اللي حضراتكم شايفينها دي من الخرصانة اهو صلب الخرصانة ده عائم اللي شايلة الحوامل التي تحمل المسجد الاقصى اللي فوق اللي بقانال وليد ابن ابن عبد الملك وليد ابن مروان ابن عبد الملك اللي حضراتكم شايفينه ده بقى هي دي الصراع على الحتة دي رجعنا تاني للعمود نتيجة الصورة تاني عمود اللي كان هيقع والمعمول له صلبة هو ده ده تحت الاشراف الاردني الاردن هي اللي بتشرف على الحاجات دي وهي اللي عملت الصلبة دي وعملتها بعد المعاهدة السلام اللي وقعتها مع اسرائيل دي احد نقوش الاعمدة كل ده في منطقة اسمها حجر سليمان اللي هي اول اول شيء في المسجد الاقصى هو ده المسجد الاقصى ده المسجد الاقصى الذي لم يراه احد ولم تزيعه قناة ولم تصوره قناة من قبل ده حجر سليمان بقى هذه هي القبلة التي اما فيها النبي الانبياء قبل الصعودي الى صدرة المنتهى اهي جايبينها تاني شايفين بقى حضراتكم في المساحة دي هي دي في المنطقة دي وهي دي النقوش اللي ما سألوه اهله في مكة طب قلنا اللي موجود في المسجد الاقصى فوصف النقوش اللي حضراتكم فتحنا منها دي عشان بيصف المسجد الاقصى من برا السحة اللي برا والحتت دي السحة اللي برا دي كانت قدام الجبل ايه تاريخ الحدد السودة دي بتقول تاريخ قديم جدا حيطان جبلية في بطن الجبل زي ما حضراتكم شايفين استعراض للسعر دي اسمه حجر سليمان هو ده هو ده صلى النبي امام في المساحة دي وكان واقف فرامله الانبياء في العرض والطول اللي حضراتكم شفتوه ده احنا هندخل هنا بقى جوا الباب اللي احنا شفناه دي مغاقة هي دي بقى المغارة اللي موجودة اللي بيقولوا الهيكل موجودة انه هم بيقولوا الهيكل تحت دي طبعاً لا في هيكل ولا في حاجة خالص موجودة ايه لا بازلنا المستحيل على ما صورنا دي ده اهو هي دي منطقة دي اللي هي القوضة اللي الجنب دي هم بقولك بقى ده الهيكل تحت دي الحتة اللي حضراتكم شفتوها قالك الهيكل تحت دي ده بقى حضراتكم مازال المسجد الاقصى اهو ده كل دي التوسعات اللي بناها سيدنا عمر بن الخطاب انما الحتة اللي حضراتكم شفتوها دي في الاول اللي هي فاها المغارة واللي انا قلت النبي عليه الصلاة والسلام صلى اماما للانبياء كان ايا دي اساس المسجد دي اسمها الساحة المراونية دي جنب المسجد الاقصى اللي حضراتكم شفتوها بناها مراوان بن عبد الملك بنا الساحة المراوانية كل ده ما بتزعش ولا تشاف قبل كده لانه ده تم قعد تفتتاحه بعد ما الاردن وقعت اتفاقية السلام مع اسرائيل لانه ده وقعت تحت الاشراف الاردني دي ساحة المراوانية اللي كان بنيها المراوان مراوان بن عبد الملك